بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستهديه و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه و على آله و أصحابه و تابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا و اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم و تحياته و رحماته و بركاته أهلا بحضراتكم معنا أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق رسول الله و أن يؤدبنا بأدبه اللهم أمين لا زال الحديث موصولا بنا حول القناعة و قلت لحضراتكم الرضا باليسير هو قمة القناعة و القناعة كنز لا يفنى و علمنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه و سلم اللهم اجعل قوتا أو رزق آل محمد قوتا أي كفهم بأرزاقهم و لا تشغلهم بالبحث عن هذا يا رب العالمين و سيدنا النبي يقول لنا في الحديث قد أفلح من أسلم و رزق كفافا و قنعه الله بما آتا إزاي نوصل للقناعة إيه الوسائل المعينة على اكتساب القناعة أول حاجة اكتفاء الإنسان بما رزق الرضا الرضا بالقليل سيدنا علي لما عرف التقوى قال أن الرضا بالقليل من تعرفات التقوى الرضا بالقليل و العمل بالتنزيل و الاستعداد ليوم الرحيل و أول حاجة الخوف من الجليل و سئل أحد الصالحين ما علامات المتقي قال للمتقي أربع علامات حفظ الحدود و بذل المجهود و الوفاء بالعهود رابح حاجة و أهم حاجة و القناعة بالموجود يبقى الرضا هيجعلك تكتسب القناعة الاطلاع على سيرة السلف الصالح و زهدهم و قناعتهم الصحابة و التابعين و سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ في سيارهم ننظر كيف كانت قناعتهم و رضاهم بمقسوم الله لهم من الأرزاق أيضا الاقتصاد في الإنفاق لا إفراط ولا تفريط عدم الإصراف و التبذير و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و بعدين ما يبقاش الإنسان ينفق بإصراف و لا يمسك بتقتير و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقطروا و كان بين ذلك قوام خير الأمور الوسط لاقتصاد و الإيمان الجازم بأن الأرزاق مقدرة مقسومة الله هو الرزاق و تعويد النفس على القناعة و البعد عن الحرص و الطمع لأن الإنسان مهما كان عنده من طمع سيدنا النبي يقول لنا في الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها و أجلها الرزق و الأجل الاتنين ربنا سبحانه و تعالى قدرهم على الإنسان و هو في بطن أمي بيأتيك الملك و يكتب الرزق و الأجل و شقي أو سعيد كذلك أيضا من الأسباب المعينة على اكتساب القناعة النظر إلى من هو أقل منه في الرزق قلت لكم في البداية إن بارح أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله لا تنظر إلى من هو فوقك ولكن انظر إلى من هو أقل منك ليه؟ لأنك لما تشوف اللي أقل منك تقول الحمد لله على ما أنا فيه الحمد لله على هذه النعمة الحمد لله على ما أعطانيه الله سبحانه و تعالى و الرزق يا أخوانا بش كل ماله بس الصحة رزق و الأولاد رزق و البركة في العمر رزق كل دا رزق أن ترزق بولد صالح دا رزق أن يبارك الله لك في صحتك و في أهلك رزق و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك و العاقبة للتقوى و النفس البشرية جبلت على حب المال ما سمي المال مالا إلا لميلان القلب إليه فنسأل الله أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا و أن لا يمكن الدنيا من قلوبنا اللهم أمين فاصل و أرجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب